السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنتابع ونشوف مع بعض قص المسطح الأخضر هنستخدم مكينة كهرباء منزلية صغيرة على قدنا عشان احنا المساحة عندنا مش كبيرة قبل ما نبدأ تشغيل المكينة نتأكد من ان احنا موصلين السلك في مكان كويس والسكينة مربوطة كويس وان السلك مش هيقنة واحنا ماشيين عشان ما يبقاش في قطعون الكهرباء لا سمح الله ونتأكد من ان احنا مركبين البوكس بتاع التنظيف كويس اللي هو بيشيل الشوائب القص احنا دلوقتي شغلنا المكينة اوه زي ما انتم شايفين وماشيين بيها بالراحة بشكل خط مستقييم وينمشي بيها بالراحة بسرعة بطيئة جدا عشان يبقى القص متوازن مع بعضه وبنبدأ من اول منطقتين نقطتين ما بينهم خط مستقيم يعني احنا بعدنا عن المشاية حوالي نص متر عشان فيها كرفات احنا مش عايزين موضوع الكرفات دي صار الاول هنبدأ بخطوط مستقيمة ونمشي فيها ايوه زي كده نبدأ بخط مستقيم ونمشي بالراحة عشان مستوى القص يبقى واحد ما يبقاش عندنا حتة عالية وحتة وطيئة بعد ما نوصل لنهاية اللين اللي احنا ماشيين عليه بنوقف الماكينة اهو ونرجع السلك بقدينا الورا شواليا بنبعده عن طريقنا ولازم واحنا راجعين ومش شايفين السلك ورانا تبقى الماكينة مطفية رجعناه كده وبعدين نرجع نشغلها هنا ونبدأ نمشي مع الحروف والزوايا بالراحة عند القص بيبقى من الناحية ما بعد العجل بخمستاشر سنتي فيه قرص هنا بيبين مكان القص فبنزق ناحية المزرعات كده بيوش الماكينة شوية صغيرين ونقص المنطقة دي رايح جاي رايح جاي كزا مرة مع التأكد من ان السلك بعيد خلصنا قص الزوايا والاماكن المحشورة نرجع بنعمل لين تاني بالعكس الاتجاه التاني بس لازم يكون لاحم باللين الاول وبنفس المواصفات بنمشي بالراحة يبقى القص كله مستوى واحد قبل ما نكون في ملاحظة مهمة قبل ما نكون بدأنا بالقص لازم نكون نضفنا الجنينة كويس من الزلط ومن التراب ومن اي شوائب كبيرة حتة خشبة حتى لو في مصمار فاحنا بنمشتها بالشوكة الجلد او الشوكة الحديد الشوكة البلاستيك او الشوكات التنظيف ده شكل النجيلة المقصوصة وهنروح نبديها لتكريمي برا وارجعنا لناحية الحديد بصوا هنا بقى مكان الحدية بتاعت الشجرة ونأخذها بالراحة عشان لو فيه زلط مايجيش علينا على اقل من مهلة وبنحشر المكانة على قد ما نقدر بنزوح شوية تحت الزرع بنزوح الزرع شوية ماتمش اكتر من سنطيب بحيث انها لا تتكثر ولا تتني ولا تتعوّع بنزوح كل الهشائش دي لحد ما نخلص ودايما نعنا على السلك هنا عند المسروقات الثانية بعضو بنصفها بالراحة بنصف بالراحة وبعض عن الحصة وعن الظلط خلصنا المجموعة ثانية وخلصنا دلوقتي بعد ما خلصنا خلص بنلم السلك ونعلقوا مكانه على المكانة كويس وبنقلب المكانة نشوف السكينة وعليها حشاش نشيلها وبكده احنا خلصنا قص الجنينة وبنقدم الشكر للأخ محمد مدني اللي ساعدنا متشكرين يا محمد